خلونا بقى نرحب بشدة بضفنا العزيز المهندس حسام صادق المدير التنفيذ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أيوة حدود التأمين الصحي الشامل والبروتو تايبس اللي تعاملت احنا دلوقتي ستة محافظات صح؟ مزبوط طيب هبدأ من البداية احنا عملنا بروتو تايب كان برسعيد لو انا متذكر مزبوط وبدأنا بقى ننقل بروتو تايب هي النموذج الأولي وبدأنا ننقل التجربة بنجحتها وتلافي اي شيء حصل فيها اي حاجة في الدنيا هي بنشتغل عليها فيها اخفاق ما بنعالجه ونصححه فيبقى متكامل انا عايز ابدأ من البداية طبعا البداية كانت القانون نفسه في حد ذاته اللي طالع في هنار 2018 اللي غير فكر التأمين الصحي في مصر وفكر تقديم الخدمة الصحية من الاساس احنا كنا متعودين دايما ان مقدم الخدمة هو اللي بيمول نفسه هو اللي بيحاسب نفسه هو اللي بيراجع على نفسه القانون فصل تماما تقديم الخدمة عن تمويلها وإدارتها عن المرأبة واعتمادها لأن احنا كنا متعودين طول عمرنا ان التلات حاجات دول في جهة واحدة هيا اللي بتعمله وهيا اللي بترابع على نفسها ولي بتعمل كل حاجة فجي القانون قال لا يا جماعة نفصل التلات حاجات عن بعض في هيئات هيئة اسمها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل دي دورها انها تدير المنظومة بالكامل واتمويلها هي اللي تقوم بعملية التمويل وتضمن استدامة المالية الخاصة بها ودي اللي أنا بأشرف ان أنا مدير التنفيذي فيها ودكتور محمد معيد وزير مالية ورئيس مجلس الإدارة الهيئة التانية اللي تم إنشاء هاية الاعتماد والرقابة الصحية دي دورها انها بتعمل عملية اعتماد زيها زي الايزو زي الحاجات دي كلها للمستشفيات والمنشآت الصحية يعني ما ينفعش أي منشآة صحية تخش المنظومة الجديدة إلا ما تعدي على الهيئة دي وتعتمدها وبعد ما تعدمدها والاعتماد دي معناه ايه؟ معناه جودة في الخدمة زيها زي اللي بتتعمل برة بالظبط يعني مفيش فرق ويمكن أدي حاجة مثال بسيط جدا أن في بعض المستشفيات الخاصة والحكومية وليلة جدا في مصر اللي واخدها الأكريديتيشن مش بتاع الهيئة دي اللي هو الانترناشنال أكريديتيشن اللي احنا بقينها زي بالظبط النهاردة زي مين مستشفى دي النيل؟ زي مين المكهز الطبي العالمي؟ تخيل بقى حضرتك النهاردة ان في مستشفيات يعني مكنا بقى انشاءات صحيحة ضخمة جدا ضخمة جدا وفايف ستارز يعني زي ما بيقول صحيح النهاردة في عند حضرتك 8 مستشفيات في بورسعيد مشغالين في منهم اللي أخد الأكريديتيشن تم اعتماده ومنه خلاص في الإجراءات النهائية من الاعتماد بتاعته النهائية دي بورسعيد بس بورسعيد بس ده كان البروتوتيب حيب تكلم عليه النموذج كان لازم نطلع بنموذج ناجح وانطبقه بعد ما خدنا زي ما قلت الحضرتك خانيني يكمل المرحلة اللي هي الهيئة التالتة الهيئة التالتة هي هيئة الرعاية الصحية الهيئة العامة الرعاية الصحية الهيئة دي هي اللي النهاردة بتدير المنشآت الصحية اللي بتقدم الخدمة ومنشآت صحية تملكها الدولة حلو وكمان القانون كفل للمواطن انه يتعالج يا إما في مستشفيات ومنشآت الدولة أو في القطاع الخاص فالنهاردة أصبح مؤمن عليه زي أي وصيق التأمين طبي موجودة في شركة التأمين بتقدمها لموظفين بيشتغلوا في شركة ما حلو جدا أصبح النهاردة معاه بطاقة كرت بتاع التأمين الصحي يقدر يروح ياخد خدمته من أي منشآة صحية طالما هذه المنشآة تم اعتمادها من نهاية الاعتماد والرقاوة الصحية الميزة كمان إن الموديل الجديد مبني على فكرة طبيب الأسر أو طبيب الرعاية الأولية وده حضرتك مش هتلاقيه موجود غير في دول أوروبية معينة زي إنجلترا وفرنسا وهولندا وغيرها طبيب الرعاية الأولية ده دوره إيه؟ لو حاجت تفتكر كده كلنا لما يجينا شوية أعراض عندي صداع ضغطي عالي عيني حمرة أروح أدور على واحد صاحبي دكتور أقول له نسوف دكتور العيلة يقول لك لا أنت شكلك كده عندك التهاب في عينيك روح لدكتور عيون تروح لدكتور عيوني يقول لك لا أنت ما عندكش حاجة عندي والله يروح شوف دكتور أنفو أزن وحنجرة يعالجك أو تروح لدكتور أنفو الأزن يقول لك لا والله ده أنت مشكلتك تانية خالص في الأعصاب بس كان ساعة الدكتور عيوني ده بشاطر برضو بص فيه كذا 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 أنت هتروح السيدلية هتقول له أنا عايز كذا 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 وتاخده كل ست ساعات وتنجح بالزبط وتنجح العملية دلوقتي بقى فيه طبيب رعاية أولية الطبيب ده باي ساينس يعني بالعلم يقدر يشخص 80% من الحالات حلوة قوي الراجل ده النهاردة هو أصبح الباب الرئيسي لدخول المنظومة يعني أنا لو تعبت أكلم الكول سنتر أخذ معاد مع طبيب الأسرة بتاعي اللي أنا مربوط عليه والوحدة اللي أنا مربوط عليها وأروح قابله يكشف علي يحدد أعراضي إيه يقول لي أوه والله أنا أما عالجك وده بيحصل سينتفك لي علميا بيعالج 80% من الحالات الحالات اللي بتحتاج بقى تخصص بيقول له طب أنا هحولك دلوقتي على العيادات الخارجية في المستشفى تروح لدكتور أنف وأزن وحنجرة لأن المشكلة اللي عندك دي غالبا ليه علاقة بالأنف والأزن فيروح ساعتها على الدكتور المتخصص يوصف حالته ويصرف له الأدوية ويعمله العلاجات اللي هو محتاج لها يحتاج دخول المستشفى وده بنسميه المستوى الثالث بيقوم الاستشاري هو اللي بيدخله المستشفى قال له لا ده أنت عندك لحمية لازم دخلك تعمل عملية فيروح مدخله المستشفى يعمل العملية فأصبح النهاردة فيه نظام منظم أو طريقة منظمة للتعامل مع الخدمات الصحية في مصر ده موجود عندي في بورسعيد يعني فيه كل سنتر والناس تكلمون يروح لدكتورة لطبيب الأسرة ويكشف عليها فيما هيشخصني ويعالجني أو هيحولني على كل حتى قلتوا ده ده موجود في بورسعيد نظبوط يا فن بالكامل بيحصل بقاله دلوقتي الحمد لله سنتين الله أكبر ما شاء الله